ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شر المسلمين إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوقل والتوقل على الله لا يمنع الأخذ بالأسباب والمؤمن يعتقد إعتقاداً جازماً أنه لا أدواء وأن أمر المرض والشفاء والشفاء كله من عند الله وأنه لا أدواء موثرة بذاتها ومع ذلك يفر من المجزوم فراره من الأسب في الإعتقاد لا بد أن يعتقد أن الأمراض لا تتعدى بنفسها وأما في باب العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم كما تفر من الأسب أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرد على مسحن وإنبات الصمر مقدر بإذن الله ومع ذلك لا بد من رعاية الزرع والإهتمام به وفعل ما يصلحه حتى يثمر إن شاء الله أخذ بالأسباب وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه إنما هي ترجمة عملية لهذا الفهم الرائك الراكي الصحي في باب القدري في وجوب الأخذ بالأسباب ووجوب الدخول في العمل إخوة الإسلام من تعان في الأسباب فقد تعان في السنة ومن تعان في التوقل فقد تعان في الإيمان فالتوقل حال النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن عمل على حاله فلا يتركن سنة اللهم ازال اسلام والمسلمين والذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن صلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى المدين اما بعد فيا عباد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزم الخلق توقلا على الله ومع ذلك قاتل يوم اهد بدرعيه ومع ذلك ما سافر الا حمل الزاد معه وركب على الراحلة واخذ بكل اسباب الحيطة يوم الحجرة فالمتجه إلى المدينة إن كان في مكة لابد أن يتجه شمالا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جنوبا لأن الباهثين عنه وعن صاحبه سيتجهون شمالا فاتجه جنوبا انظر إلى أسباب الحيطة واختبع في الغار وأعد الزادة وأعد راحلتين واستعجر الدليل المشركة إلى آخر هذه الأسباب فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا من الأسباب إلا أخذ بيه وهو سيد المتوكلين على الله فالتوكل على الله لا ينافيه أن نأخذ بالأسباب فالتوكل على الله تعالى لا ينافيه أن نأخذ بالأسباب بل إن الدخول في الأسباب من التوكل وإنه لا يوجب البتتا لا يوجب البتتا أن نترك الأسباب بل يوجب على المسلم أن يجتهد وأن يجد وأن يأخذ بالأسباب وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الالتفاق إلى الأسباب الشرك في التوهيد ومحول الأسباب أن تكون أسبابا نقص تلاقا والإعراد عن الأسباب بالكلية كدهم في الشر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فصلوا يرحمكم الله شكرا شكرا شكرا